السلام عليكم اهلا بكم معسومة ايه رأيكم بقى النهاردة هنعمل وصفة سحرية لا 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 ما تخافوش مش طبخوا خالص انا هعمل النهاردة حاجة اطلبت مني وبتبقى فعلا وهمية والله بجد للشعر واي حاجة انا بقولها لكم يا جماعة بكون انا جربتها على نفس الاول ولقيت النتيجة بتاعتها يعني 100% بقولها لكم انا مش بقول لكم اي حاجة من غير ما بكون انا جربتها انا هقول لكم على وصفة للشعر والله العظيم سحرية اولا هتمنع تساقط الشعر هتعملك على الفراغات اللي بتبقى في الجوانب دي مطرح ما بنرجع شعرنا الورى بتعملنا زي بتبقى تنحلت كده وكمان لقشرة الشعر يعني بيعالج 3 حاجات فعلا وصفة رهيبة جدا علشان احنا كمان يا جماعة بصوا بنطلع شعرنا كل الورى فياريت نحاول مرة نفرقه من النص مرة نجيبه من الجنب مش كل مرة الورى الورى ويعمل لنا تنحين من قدام زي الاطفال كده بردك لما بتشدوا شعرهم اوى عشان تعملوا دول حصان ده بردك بينحل الشعر من قدام وبقى مش كويس فياريت نفقها شوية يلا بسرعة ونشوف الطريقة بتاعتنا ونشوف ازاي عملنا الوصفة بتاعتنا دي ونسمي بسم الله اول حاجة انا جايبة معايا هنا حزمة من الجرجير وحزمة من البقدونس وكمان انا معايا حزمة كبيرة من السبانغ طبعا انا معايا مجموعة خضروات هاي رهيبة رهيبة في الفيتامينات والحديد بتاعها الحاجات دي يا جماعة جميلة جدا اوي 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 للشعر والجلد الشعر هنبدأ طبعا انا غسلهم كويس اوي هبدأ ان انا اخد السبانغ بتاعتي بصي واعن الرأس الخفيفة اللي من افوق بس لان الفيتامينات كلها بتبقى متركزة في الحتة دي فاحنا عايزينها ما تقطعهاش بعد كده انا هجيب مقدار معلقة كبيرة كده من الطوم يعني حوالي خمس فصوص طوم كبار بس ردت جيبي طوم بلاج لان الطوم السيني ما يبرهوش نفس الفايدة بتاع البلاج تمام؟ فانا دلوقتي هفضل ان انا اهرسهم ولما انا عامهم بالشكل ده هبدأ احطه في الطبق اللي انا هحط فيه الخلطة يبقى انا جبت المعلقة كبيرة من الطوم وهرستها وحطتها بعد كده انا معي باصلة هي لا كبيرة ولا صغيرة وسط بس يفضل طبعا النوع الاحمر لان النوع الاحمر بيبقى فيه فيتامينات وتركيز عالي عن الابيض وتدقي تبشرها بالشكل ده وتنزلي بالمية بتاعتها على المعلقة الطوم الكبيرة اللي احنا هرسنها اهي تنزلي بالمية بالشكل ده بعد كده لو انت عايزة تسيبي الطفل في قلب المية في كله سيبي لكن انا عصرتها لك ليل ان الطفل بيقعد شوية في الشعر بدلا ما تخسليه فبدل ما يعزبك في التسريح اه لا يعني خد المية بس بعد كده بقى احنا بص يا جماعة انا عايزة الخضار ده يطلعلي اه مية مركزة فهبدأ بنص كبية مية بس وفي قلب الكبه ولا الخلقه حتى حتى اضرق زي ما انتم ما شايفين كده واصفي وااخد المية دي وارجحها تاني في الخلق وااخد حبة من الخضر واضرب ليه؟ عشان انا مش عايزة ااخد مية كتير عشان الخلق ينشي فانا باستخدن نفس المية واشتغل حب 시작 عشان بس يسرع لي ان الخلق ينشي احبثي افضي اللي انا باخده وااخد ميته واحطه في الخلق وااخد حبة تاني من الخضر واحطه عشان انا يا جماعة عايزة المية تبقى مركزة مش عايزة مية كتير معلش هي هتاخد منك شوقت شوية بس هتبقى النتيجة مزيلة في الآخر وتمسحي بقى خلطت بسرعة كده عشان ما ينزقش فيه اي حاجة وتبدأي تاخدي الخلطة اللي احنا كقدر ابنها دلوقتي وتصفيها بمصفة ديقة بالشكل ده وتنزل المية بص المية بتاعتها نزلة مركزة ازاي وبعد كده تاخدي بقى مية البصل والطوق وتنزلي عليه بالخليط بتاعنا دع وطبعا تقلبيها كويس جدا يا جماعة قبل الاستعمال لازم تسيبيها مركونة كده ساعة عشان يعني التوم بمية البصل بالمية اللي احنا حطناها كل دوت يختلت في بعضه تسيبيها ساعة وبعدين تحطيها على شعرك طبعا هتخسلي شعر كويس قوي وبعد كده هو التنشفيه كويس جدا وبعد كده تاخدي بقى الخلطة بتاعتنا دي بصوابع ايديكي تبدأ انك انت تاخدي وتحطي في الفراغات بتاع شعرك وجلده شعرك ما تحطيش على الشعر يا جماعة احنا عايزين على الجلد بص زي ما انتم شايفين كده باطراف سوابعي تبدأي تاخدي وتدلكي ليه عشان احنا عايزين نصح الفروة الراس عايزين ننشط الدورة الدموية فتبدأي على جلد راسي كله كله من قدامه من وره يعني اتركيزي كمان على الاماكن اللي فيها فراغات معلش هتحرق شوية في الاول بس عشان الطوم لكن مع مرة اتنين تلاتة ان شاء الله مش هتحس باي حرقين الوصفة دي يا جماعة عشان تجيب نتيجة مش اقل من شهر وتستخدميها مرتين تلاتة في الاسبوع عشان تلاقي نتيجة وبرضا بتلبسي كيس بلاستيك واشرب وبعد ساعتين تلاتة تخسلي شعرك بس والله والله النتيجة خطيرة خطيرة لشعرك هيقع باذن الله والفراغات هتلاقيها بدأت تتميلي وكمان مش هتلاقي اش بس اهم حاجة استمر عليها شهر مرتين تلاتة في الاسبوع وطبعا بعد ساعتين تلاتة يتصل شعرك وتحط الشامبو بتاعك والبلسم عشان ما يبقاش فيها اي ريحة يارب تكونوا استفدتوا والسلام عليكم